السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ لنبدأ معنا فيديو جديد عن أسباب تأخر الدورة الشهرية هناك مجموعة من الأسباب التي يمكن أن تكون وراء تأخر الدورة الشهرية ومن هذه الأسباب ما يأتي واحد الاترابات الهرمونية قد يكون السبب في تأخر أو غياب الدورة الشهرية هو اختلال في توازن بعض الهرمونات مثل هرمون الحليب وهرمون الغدة الدرقية والذي يمكن الكشف عنه من خلال تحليل الدم وفي الحقيقة يقوم هرمون الغدة الدرقية بتنظيم عمليات الآيد في الجسم ففي حال وجود فرط النشاط الغدة الدرقية أو قصور في الغدة الدرقية فإن هرمونات الجسم من شأنها أن تتأثر بذلك مما قد يتسبب بتغيير موعد الدورة الشهرية وتقدر الإشارة إلى أن هرمون الحليب قد يرتفع نتيجة وجود ورم حميد في الغدة النخامية داخل الدماغ حيث يقوم بإفراز هرمون الحليب الذي من شأنه التسبب بغياب الدورة الشهرية وهناك بعض الأمراض التي قد تسبب غياب الدورة الشهرية مثل مرض السكري وكذلك متلازمة المبيض متعدد الكيسات حيث تعتبر متلازمة المبيض متعدد الكيسات من أبرز الاضطرابات الهرمونية التي تصيب الإناز وذلك خلال الفترة التي تقع ضمن السن الإنجابية وفي الواقع تترافق هذه المشكلة مع اختلال في مستوى الهرمونات مما يؤدي إلى ظهور التكيسات الصغيرة على المبيضين وظهور حب الشباب وزيادة الشعر في الوجه والجسم بالإضافة إلى عدم انتظام أو غياب الدورة الشهرية وأيضا قد تتأخر الدورة الشهرية بسبب وزن الجسم حيث أن المعاناة من إحدى مشاكل واضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي أو فرط الشهية المرضي قد يؤدي لتأخر الدورة الشهرية حيث أن من تعاني من وزن أقل من الحد الطبيعي أو من خسرت الوزن بشكل كبير وملحوظ قد تلاحظ غياب الإبادة وتأخر الحيض نتيجة حدوث تغيرات في مستويات الهرمونات لديها وفي هذه الحالة من الضروري مراجعة الطبيب أو أخصاء التغذية وتناول ما يحتاجه الجسم من عناصر غزائية وفيتامينات ومعادل ومن الجديد بالذكر أن البدانة قد تساهم في تغيير الهرمونات وتأخر الدورة الشهرية أيضا وفي الحقيقة من تمارس التمرين الرياضية العنيفة قد تعاني من تأخر الدورة الشهرية أيضا وأخيرا الضغط العصبي إذ يساهم الدغط العصبي والإجهاد في حدوث تغيرات هرمونية من شأنها أن تؤخر الدورة الشهرية لدى المرأة في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم يجب أن تدعونا لكم وكومنتو وشاركوا فيديو مع أصدقائكم وتنتظروا من هنا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر